بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في قصة حيات خالد وفهد ومنتهينا لأنه فهد هو اللي فاز ولكن القصة ما انتهت لأنه ما زالت شركة النجاح تطلب اشياء اضافية طبعا قامت طلبة شركة النجاح من المبرمجين او من شركة البرمجة متميزة انهم يضيفون اضافة للبرنامج وهي حساب الراتب ولكن بطريقة مختلفة قالوا انه والله حنا لما يكون في الراتب هذا الراتب الاساسي هذا الراتب سلري هذا اللي نعطيك اياه مثلا نقول والله الموظف سلري حقه وراتب حقه عشر الاف وبناء على ان الموظف راح يشتغل مثلا 40 ساعة في الاسبوع هذا الدوامنا الرسمي لكن المشكلة انه طبعا الموظف عادة يشتغل overtime مثلا مزيلا فاذا نرجو منكم انكم تعدلون البرنامج بحيث انه نعطيكم نعطيكم overtime كم ساعة زيادة اشتغلها الموظف ونعطيكم كم قيمة الساعة للموظف مزيلا راح نعطيكم الحاجتين هذولي ونبغاكم تحسبو لنا السلري والراتب بعد حساب الافر تايم مزيلا نبغاكم تحسبو لنا الراتب بعد حساب الافر تايم اذا راح البرنامج يحتاج انه يستقبل overtime حق الكم ساعة اضافية فوق ال 40 ساعة اشتغلها الموظف وكم قيمة الساعة الوحدة زين طبعا راح تجينا ما راح يعطينا ما راح يطولنا يقولون والله الموظف يشتغل 10 ساعات فوق ال 40 ساعة لا راح يعطونا يقولون الموظف يشتغل 50 ساعة حلنا اللي نحسب الساعات الاضافية عدد الساعات الاضافية بناءا على العدد الساعات 40 ساعة زين طيب اذا خلونا نشوف كيف نسوي ميثود تحسب لنا شي هذا الآن الميثود هذي لا هي set ولا هي get زين هذه ميثود اضافية تبع الobject employee تبع الclass employee المهمة الميثود هذي انه تحسب لنا الراتب زي ما سويناه فقط ما فيه attribute معينة نحتاج انه نسوي لها access في الميثود هذي اذا الميثود ما هو لازم دائما يكون في attribute نسوي set او get لا ممكن تكون ميثود تستخدم لغرض اخر طيب راح نسمي الميثود هذي calculate salary زين فرح نبدأ واش نقول public طبعا الميثود غالبا تكون public ممكن تكون الميثود private لكن غالبا تكون public هل الميثود ترجع لنا قيمة ولا لا نعم ترجع لنا قيمة اللي هي salary بس salary الجديد زين طيب نوعية salary ايش راح يكون double لان salary الاساسي double فاذا نكيد السلري اللي راح نحسب ورح يكون double زين فاذا الميثود ترجع لنا double فنكتب double فاذا ايش اسم الميثود بسمى اللي تسميها ابغى سميها calc salary زين اللي يحسب السلري طيب هل تستقبل الميثود parameters ولا لا طبعا تستقبل الميثود parameters حلنا قلنا في حاجتين في عدد الساعات اللي اشتغلها مستخدم نحتاج ناخذها عشان نحسب اذا كان عنده ساعات اضافية ولا لا بالاضافة الى قيمة الساعة الاضافية اللي اشتغلها الموظف فراح نقول هنا int hours هنا عدد الساعات الاضافية هذا البرامتر الاول نحتاجه في الميثود والبرامتر الثاني اللي نحتاجه هو double نسميه over time o t الاختصار نضبوط اللي هو قيمة كل ساعة اضافية زين او نسميه overtime pair hour o t p اختصارا مضبوط طيب نجي هنا طبعا نفتح القوس حق الميثود نسكله دائما نتعود نفتح القوس نسكله نجي هنا وش راح نسقول اول شي راح نقول الشي التالي الان طبعا عملية logic منطق ما فيها اي شي بالميثود زين الان جانا لاشيين هذولي على شكل parameters نبدأ اول شي نقول double نعرف متغير هنا راح نعرف local variable متغير زي ما كنا نعرف متغيرات جو المين راح نعرف متغير جو الميثود هذي راح يكون local فقط جو الميثود هذي ما حد يشوفه بره الميثود هذي زين نقول double new salary نسمي new salary gets salary الحالي زين هذا وشي نقول السلاري الجديد هو السلاري الحالي زين على الاقل راح يستلم السلاري الحالي زين راتب الجديد على الاقل راح يكون راتب الحالي بعد كذا راح اقول اشي التالي زين راح اقول if اذا كان ال hours كان عدد الساعة اكبر من 40 اذا اشتغل الموظف اكتر من 40 ساعة فاني راح احسب حسبة ثانية زين راح احسب حسبة ثانية طيب ايش الحسبة الثانية هذي الحسبة الثانية هي كالتالي راح اقول عطني نقول نعرف متغير int additional hours زين الساعات الاضافية gets hours ناقص 40 عطل عدد الساعات مثلا 50 نقص منه 40 يطلع لنا عدد الساعات الاضافية اللي هي 10 نضبط بحظ الآن ونجالس افكر في اللوجيك حق البرنامج طبعا المفروض انك تكتب انت الميثود هذي تكتب على ورق بسرعة كده قبل ما انك تكتبها في مباشرة زين انا راح اكتبها هنا مباشرة اختصر الوقت زين لكن ما اتوقع منك يعني بالمستوى هذا انك مباشرة تكتب مثود من راسك بشكل هذا بشكل سريع زين اتوقع منك انك يعني عادي جدا انك تاخذ تفكر وتحوس وتكتب على ورق كده بعدين تبدأ تحاول تكتب الميثود يعني بالبرنامج زين اذا قلنا اذا عدد الساعات اكثر اللي اشتغلها اكثر من 40 فانه الساعات الاضافية additional hours تساوي الساعات اللي هو اشتغلها مثلا 50 مثلا ساعة ناقصا 40 ساع زين اذا الساعات اضافية عشرة بعد كده نقول double additional salary زين add sal الراتب الاضافي يساوي الساعات الاضافية additional hours اللي هي مثلا 10 ساعات لو كان مشتغل 50 ساعة يصير 10 ساعات اضافية في كم OTPH زين overtime time per hour اللي قيمة الساعة الاضافية مثلا الساعة 1000 ريال زين راح يطلعنا 1000 ريال للساعة الاضافية في 10 ساعات اضافية اشتغلها راح يطلعنا 10 000 ريال هذا الراتب الاضافي بعد كده نقول new salary new sal ياخذ additional عفوا new sal نضيف عليه new sal هو قيمته طبعا السلري الاساسي مثلا راتب 20 000 ريال وجاعه 10 000 ريال من الزيادة فنقول new sal اضاف نضيف عليه ال additional salary الراتب الاضافي ارجو ان يكون واضح اذا اول الراتب هو نفسه الراتب الاساسي مثلا 20 000 بعد كده هل يشتغل ساعات اكتر من 40 ولا يشتغل 50 ساعة ندخل نقول والله عطنا الساعات الاضافية اللي اشتغلها اللي 50 ناقص 40 تعطينا 10 اشتغل 10 ساعات اضافية فكده نقول الراتب الاضافي هو يساوي عدد الساعات الاضافية اللي اشتغلها اللي 10 في كم الساعة تحسب له بلف 1000 فتطلع لنا 10 الاضاف هذه الراتب الاضافي نجي هنا نقول الراتب الجديد يساوي الراتب الجديد نفسه اللي حنا الراتب الاساسي هو 20 000 زائدا الساعات الاضافية اللي هي 10 000 زين يطلع القيمة 30 000 وهذا هو الراتب الاساسي الآن بعد ما انتهينا هنا نقول return return new ساعة هذا هو الراتب الجديد اللي نبغى زين اذا سوينا method calc salary فيها hours وفيها overtime تستقبل حاجتين عدد الساعة اللي يشتغلها وكم ياخذ على الساعة اللي ضافية اذا يشتغل اكثر من 40 ساعة طبعا من اللي قال لنا 40 ساعة شركة اللي قال لنا 40 ساعة ثبتنا هنا 40 واضح الميثود هذه تستقبل parameters زين ما ان set تستقبل parameters زين في الحقيقة هي ما تستقبل parameter 1 تستقبل two parameters اثنين مضبوط ونفس الوقت ترجع لي قيمة زين ما ان set اعفوا get ترجع لي قيمة طبعا فيها retain اخر شيء فاذا تشتغل this set والget او فيها خصائص من set والget وهذا بشكل عام اي method اي method تقدر تستقبل parameters تقدر ترجع values تقدر تقلي تسوي كل ثنتين مضبوط طيب الآن كيف نستجعي method calc salary جدا سهل نجي هنا طبعا قرينا مثلا قرينا salary حق الموظف وسوينا set لل salary عندنا salary قرينا id ما يهمنا نجي بعد كده نقول e dot calc salary طبعا راح نرسله parameters هنا عفوا arguments راح نرسل two arguments اللي عدد ال hours اللي اللي يشتغلها وقيمة الساعة فخلونا نقرأ ال arguments بشكل مباشر خلونا نحط ال expressions هنا للي arguments s dot next int قرينا العدد الساعة الإضافية و s dot next برضو int كل الاثنين أو عفوا double الثاني لأن قيمة الساعة الإضافية s dot next double s dot next double إذن هذا ال argument الأولى s dot next int راح يقرأ لنا القيمة حق الساعة الإضافية ويرسلها للبرامتر hours ورح يقرأ لنا قيمة الساعة الوحدة مرة ثانية يرسلنا ليرسلها للبرامتر otp h ممكن طبعا أن تقول system dot out println بعد كذا تقول enter number of hours and over time over time pair hour تعطيه رسالة حتى أنه يعرف وش الحاجة اللي يحتاج أنه يدخلها في assistant وبالطريقة هذه سطعنا أننا نحسن سوف إن شاء الله أرجو أنك تركز فيه جيدا في المثال إن شاء الله في المحاضر الجاي في الفيديو القادم سوف ننفذ المثال هذا نشوف تمثيل تمثيل بسيط عليه ونشوف كيف ننرسل two parameters ونرجع value في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر